اخوان السلام عليكم يعني في موضوع جديد وفي مسألة جديدة تماما يعني البقاء انتع كسابي في بارسولون والحيتيات انتحد البقاء والقيل والقال كثيرا على هذا الموضوع هذا فمنهم من يقول بانه البارسا هي من طلبة البقاء ومنهم من يقول بانه كسابي هو من طلب البقاء المهم احنا قلنا سابقا وشرحنا سابقا سبب بقاء كسابي وقلنا بانه هذه المسألة اللي قالها كسابي بانه سوف يستقيل يعني كانت مجرد كلام فقط لانه البارسا لن تستغني على كسابي وكسابي كذلك لن يستغني على بارسلون لانه كسابي يحب النادي حبا كبيرا وشرحنا هذه المسألة مرارا وتكرارا بانه السيد ضحى وجال فريق بارسلون وكذلك فريق البارسا ما غادش تلقى شي واحد يعني يخدم في هالظروف اللي كيمر بها النادي وهالظروف الصعبة اللي كيين في النادي ويقبل يخدم إلا كسابي وما ننسى بانه كسابي يعني عنده إيجابيات وعنده سلبيات حتى الادارة اللي بارسلون عندها إيجابيات وعندها سلبيات ولكن هذا لا يهمونا اليوم ما يهمونا يعني علاش كسابي قبل اللي يبقى وعلاش الإدارة قبلت أنه كسابي يبقى شرحنا بانه الوضع المالي هو الذي يحتم على الإدارة بقاء كسابي برصة ما تقدرش تشري مدرب وقلنا علاش لا تمتلك الأموال وأي مدرب يجي غادي يطلب واحد للمجموعة من اللاعبين هنا غادي ندخل مباشرة للشروط التي وضعتها بارسلونة للاستمرار الشافي في الإدارة الفنية للبارسل أول الشروط هذه يعني ذراها ليس كسابي لدر شروطها على البارسل البارسل هي من وضعت شروط لبقاء اتصال أول شيء طلبتنا كسابي أنه يغير في الجهاز الفني دي مشاهدة الأحاديث وجدت أقاويل كثيرة بعض المصادر الصحفية تقول بأنه هناك تغيير كبير بعض المصادر الأخرى تقول له ولكن الإدارة طلبت شيء أين فقط الشيء الأول هو أنه كسابي ما يطلبش صفقات كبيرة وكثيرة لأنه يعلم الوضعية المالية للنادي هذا أول شرط الشرط الثاني قلنا بأن الإدارة طلبت من كسابي تغيير بعض الأشياء بعض الأشياء وليس كل الأشياء بعض الأشياء في الجهاز الفني أولا يعني تغيير كما قلنا المعيد البدني اللي سنة كاملة ونحن نقول بأنه الضعف شخصية في الجهاز الفني للبارسل ألا وهو المعيد البدني آخيرا آخيرا كما قلها واحد بعد عاناء كبير وحتى حرقونا الأعصاب دينا رأت الإدارة بأنها يجب تغيير هذا المعيد البدني ما هو هذا المعيد البدني اللي سيجيبه على ما هو خوليوتوس ما هو خوليوتوس هذا خوليوتوس معيد بدني خدم في البارسل منذ 20 سنة خدم مع فرانك ريكارد كان هو المعيد البدني فريق بارسلون في وقت فرانك ريكارد يعني هذا السيد لديه تجربة كبيرة وخدم ديجاف النادي ويعرف يعني النادي جيدا ويعرف مقومة النادي ويعرف يعني أرى شوف رمي كتجيبوا واحد معيد بدني يعني كتجيبهم فريق صغير وطلعوا الفريق الكبير أرىها مشكلة وهذا الشي اللي يوقع للبارسة مع المعيد البدني الحالي أنه كان يلعب في فرق صغرى وجاء الفريق كبير وقلنا بأنه الليكيب ناصيونات علي اسبان في واحد في أسونية ما عقدش وسبعتاش وشعشرين سنة لا أذكره تماما اجروا عليه وقلت بأنه كانت عنده واحد تجربة في الدول الإنجليزي اجروا عليه كانت عنده تجربة في الصد القاطري صد القاطري يعني اللاعبين منتع الصد القاطري تشكوا منه آلور يعني كان مشكل كبير بدنيا وبانت البارسة بأنه بدنيا ضعيفة هذا العام ضعف شديد أما طوس يعني يدرب فرق كبرى وخدم في نيفو كبير وسبق لو خدم في برسورون اللي كانت في نيفو كبير يعني عنده تجربة عظيمة هذا أول تغييرات التغيير الثاني اللي طلبتوا الإدارة في الجهاز الفني انتعك صابي ألا وهو مسعف أو كلا البعض بأنه يعني طبيب أو مهم جهاز طبي ما زالما لأنه الجهاز الطبي اللي كان في برسورون جاء بطلب من كسابي وهذا الجهاز الطبي اللي كان في برسورون حاليا يعني كان ديجا يختم في برسورون سنوات عديدة ألور يعني ما شاء الطبيب هو المستهدف لا لأن الطبيب جوكرو اسميت وديكارد اسميت وما قلت عقل الاسمية ديالو ولكن الطبيب أنا شخصيا لا أدن بأنه المستهدف كي ناس خلين في التقم الطبي هم المستهدفون شكون هو صراحة ما ذكروا إسم ديالو ما ذكروا مهم طلبهم كسابي أنه يدير تغيير في الجهاز الطبي هدو مسألتين ضروريتين طلبتهم الإدارة وطلبت إدارة تاني واحد مسألة أخرى ورفضها كسابي يعني رفضا تاما ألا وهو يجيب واحد مساعد يعني يكون مساعد مدرب وقترحوا عليه واحد اسمية يعني خدمت في فئة سنية وكسابي رفضها يعني بكل صراحة هذا وش شرط الواحد لرفضوا كسابي هذه شروط الإدارة وليس كما يقول البعض في صحف بأن كسابي وضع شرط كسابي خرج بحض تصريح قال لم أضع أي شرط عندي كما قال كسابي أنا ما عندي الشرط ولكن عندي أمور طلبتها من الإدارة وقيلة تاني بأن الإدارة هي من وعدت كسابي بذل الأشياء شنو هي هذه الأشياء اللي خلات أو الوعود اللي يعطت الإدارة لكسابي أو الأمور التي كما يقال بأن كسابي طلبها ولكن هو وضع شرط كالشرط رفض دارها كطلب رفض فرق ما بين طلب وفرق ما بين شرط شرط يعني ضروري خسك نفذ لهذا ولكن طلب إني استطاع النادي يعني كسابي هو شوف كسابي يعني شخص الشخص الوحيد اللي يعرف الظروف تعال النادي حتى في مسألة الإقالة كان بقي له عام سمح له امتاب ذاك العام لو تمت إقالة قل ما ذاك العام أنا الله يسمح فيه وحتى الجهاز الفني دياله سمح على الجهاز الفني وكسابي سمحه في 12 مليون أورو في حال ترحيله 12 مليون وما تنسوش بأنه ديجا فلوسهم في السيزان ما تدوهاش كاملة مهم هذا ماشي موضوع على المطالب اللي طلبها أو الوعود باش ما نقولوش مطالب لكسابي نقولو الوعود انتع الإدارة لكسابي وعداته بأنه ستجيب له لعب ارتكاز وهذا كان مطلب لكسابي وعداته تجيب له جانح أيصر وهذا كان كذلك مطلب لكسابي قبل ما يجيب له فينيكس ديك المطالب اللي كان يطلب بها كسابي هذه واحد سنتين والثلاث نهار اللي جاء الآن الإدارة وعداته أنه ستنفد له فهذا ما كنا نقولوه مرارا وتكرارا كنا كنا نقولو يعني كسابي ما أخداش حقوني شان في برسورون لأنه كل الوعود اللي اعطته الإدارة وكل المطالب اللي طلبها هو ما تنفدتش فلهذا ما تحكمش على إنسان ما تنفدولوش المطالب دياله وما جابلوش اللاعبين بشي لعب فعلا قالي الخبرة وفعلا ما عندوش وفعلا شوية وفعلا مبتدئ ولكن أعطنا أشياء أخرى ها هو بلال اللاعبين اللي طلب غيب المدرسة التعلمسية يخلق فريق وخلق إنه واحد الجيل غادي نهضروا على هذا الجيل مستقبلا عاد غادي نعرف الخدمة اللي يخدمها كصافي فراك صافي عندو عيوب ولكن حساناته موجهة نظري أنا الشخصية حساناتك صافي في تدريب برسلونها إلى الآن كثيرة جدا لأنه جاف مرحلة مرحلة تغيير مرحلة أنك تبدل واحد الجيل بجيل ودبرة يخدمك في واحد الجيل صغير جان أطفال سيرنبئ هذا هو المشروع تأكسى لكي نكون واضح ثاني كين واحد مسألة أخرى أنه الإدارة وعدت إذا تحسنت أمور المالية ولا الإدارة قامت بصفقة يعني بيع ضخمة وعدتك صافي بأنه ستجيب له تاني واحد لاعب واسط ميدان وأغرب الإدارة اللي الإدارة دارتوا في رأسها هو أونانا ولكن اللاعب اللي مطلوب من قصافي والإدارة يعني تقدر تحقق له هذا الطالب إلا دارت شباع كبير ألا وهو سواء كميش سواء زوبيميندي وأنا أرجح أرجح يعني زوبيميندي هو الأول لماذا؟ لأنه زوبيميندي مغرم ببارسلونا وكذلك قصافي مغرم يعني غرام كوراوي ما شئ ما شوش بعدها إخوان الله يخليكم كصافي مغرم بزوبيميندي كميش يحترم كصافي وكصافي يحترم كميش وعلاقة يعني رياضية ولكن كنت جيت خير كصافي ما بيم كميش وزوبيميندي سيختار زوبيميندي لماذا؟ زوبيميندي عنده أدوار دفاعية كتر ما هي هجومية يعني متنوع يلعب لك كلاعب ارتكاز ويلعب لك كلاعب وسط هجومي يدير لهم بزوج ألافة يلعب لك ديفونسور يلعب لك ميلوتيرا يلعب لك كلاعب لك ولكن الفرق الواحد اللي كان في عند كميش توا يعني في مستوى ممتاز جد ممتاز كميش عنده خبرة كتر من زوبيميندي ولكن كميش سيدخل في مرحلة عمرية شوية كبيرة الور البارسة تبحث عن الشباب لبناء فريق المستقبل لانه ستجيب كميش لما معك سنة أو سنتين ويمشي ها وغاد نقعه بارسون متقاربة ما يكونش ميلوتيران شباني ولا أخر ما تنسوش بأنه عندنا قندوقان كبير فلهذا يعني البارسة تحاول ما غدش بالنسبة اللاعب الجناح الأيسر كسافي طلب حاجة واحد أنه يكون مهاري واحد يقدر يختار بحل يامن يامر مهاري وصني واحد فلايسر مهاري تقريبا هدية المسائل اللي طلبتها طلبها كسافي أو قال عليها كسافي وعداته تاني واحد مسألة أخرى أنه بارسا طلبت من كسافي أنه ما يطلب صفاقات كبيرة كسافي يعني في واحد تصريح ديانه قال بأنه أنا لم أطلب شيء وما قلت شيء ولا شيء هذا كلام صحوح فقط هذي نخليه الأيام تبين هذه المسألة هذه أنكر بأنه طلب أي شيء لأنه يعلم صعوبة الغضع المالي في بارسارورا وهذه موحدة ناحية كان قلنا الوعود أنتع الإدارة إذا تحسنت الأمور المالية وكل شيء سيبق كتكهونات ستحجم مرسمية ستحدث صحف بالزاب مواقع بالزاب الصحيح في هذا الشيء كامل هو أنه الإدارة طلبت مكسافي شيء قلتها تغيير في الجهاز الفني بدنيا وطبيا وما يطلب صفقة كبيرة وعرضوا لها واحد لافر مبغاش وهو مساعد يقدموه مبغاش صاف أما كسافي فقال أنا درت طلبات هذه ثلث سنوات أنا كنديرها وعدات الإدارة بوعود ربما تتحقق ربما لا سنقول لي المسألة يعني كتبتها بس سمحوا لي رخصنا نقولها ما هي المسائل التي أدت إلى سبب أو أسباب تراجع كسافي عن الإقالة أول أسباب حب كسافي للنادي هذه مسألة مفرغ منها ثاني الأسباب كسافي شاف بأنه هل يدفع استقالة الجمهور بداية طلبه بيبقى يعني حب الجمهور لكسافي هذه مسألة ضرورية قال بأنه رغبة تعلجماهير في بقائي هي التي حسمت الأمر مسألة أخرى يعني إنما كان أنت النادي في قلب كسافي كناها ثقة يعني الإدارة والرئيس وقيل بأنه تديكوا ثقة ثقتهم التامة في كسافي هو في مشروع كسافي ثاني مسألة أخرى كسافي قال أنا بدأت مشروع ما غدش نخليه في الواسط ونمشي غد يجي مدرب موريا غد يهدم كعادش لبنينا وفعلا لو كان يجي مدرب جديد غد يجي أفكار جديدة غد يجي مسائل جديدة ربما يغير تتشكيلات يقول كان هذه تشكيلات صغيرة ما تنفعني أنا بغي ألقاب بغي بطولات رغصني ناس تعب الصح يعني كما نقول للناس واجدين أما الإدارة فتريد استمرار المشروع لأنه هذا المشروع هذا مشروع رأت وطارا وحتج ماهير طارا بأنه عامل الاستقرار عامل مهم للنجاح سيد بدأ يكمل ولكن أعطي الأدوات أنا عدل قلتها في فيديو سابقة كثيرة أعطي السيد الأدوات جيب له مطالب ولو بسيطة جيب له واخر ما تشري له كل شي شري لغي واحد وعطي السيد يختم وفتنين حكمه لا تنسو أن الهدف الرئيسي تمنح كثافي عام لكي يخلي الاستقرار لأنه النادي في طريق تصعودي لا تنسو من ناحية النتائج ولكن من ناحية العمل الهيكالي والعمل القاعدي سوف نحن في تصعودي لا تنسو بأنه سي درج بدن نحضر اللاعب صغير و استمرار كثافي ألا وهو استمرار لمصية في تقديم لاعبين جدد للفرق الأول لم يكن كثافي تم و سوف ينرى اللاعبين على مصية يتلعون برمئة يلاحظ الان تلاحظ الواحد لو كان يزيد كثافي عام أخر ربما نصل لعشرين واحد في عشرين واحد لا تختار فرق أو تعير لاعبين توجدهم للمستقبل فلهذا مشروع ممتاز ولكن وقع صدام بينه بالنتائج النتائج لم تكن جيدة فلو كان النتائج جيدة والمشروع مستمر بهذه الطريقة لكان كثافي أحسن مدر في العالم كيم مدر جوارديو لم يكن جاب فئة من الشباب جاتوا النتائج واعتبر أحسن مدر في العالم كثافي خانته النتائج يعني تقريبا هذه هي المسائل يعني علاش كثافي بقى وعلاش الإدارة فكلها تكهونة صحف ويعني كلام فارغ وصافي أرى قد يجيبو فلان يجيبو فلان ماذا ما كينوالو إذا رقعت حتى نبيع تدخل الأموال ربما نقوم بثورة وربما نجيبو التشي واحد وشكرا